اشتركوا في القناة إلى منازعة الربوبية في الخلق والرزق والصفات أن ربكم الأعلى وقد تكون فيما هو أدنى من ذلك ما أسرع الكبر إلى بعض البشر عندما يعلمهم الله أموراً كانوا يجهلونها والله عز وجل فوق سبحانه وتعالى العليم علام الغيوب وفوق كل ذي علم عليم والله عز وجل قادر على نزع العلم منهم وهو سبحانه وتعالى قادر أن يريهم من آياته ما يجعلهم يتحيرون ولذلك العلم الدنيوي يجب أن يقود إلى الله لا إلى الغطرسة والكبر لا يصح أن يستعظم الإنسان نفسه ويتباهى على ربه وألف بعض الأدباء فيما سبق كتاباً في الكيمياء واغتر حتى قال أما العلوم فقد ضفرت ببغيتي منها فما أحتاج أن أتعلم وعرفت أسرار الخليقة كلها علماً أنار لي البهيم المظلمة وملكت مفتاح الكنوز بفطرة كشفت لي السر الخفية المبهمة لولا التقية كنت أظهر معجزاً من حكمتي يشفي القلوب من العمى لكن سبحان الله سبحان الله هذا الغرور يعني هذا الداء بدلاً من أن ينقاد العبد إلى الخشية والتواضع إذ به يغتر ويتعالى ويتكبر على ربه ولذلك من فوائد علم الشريعة أيها الإخوة والأخوات أنه يقود إلى التواضع لله وخشيته إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العالمون بالوحي الله أنزل نوراً وهدى وأنزل سبحانه وتعالى هذا القرآن لكي ينقاد الناس إليه به ليكون مخرجاً من الأزمات ليكون علاجاً من الأمراض ليكون المحور الذي تدور حياة البشر حوله لكن ماذا قال بعض الناس الدين ظاهرة اجتماعية وقال قبلهم آخرون الدين أفيون الشعوب تطاول بعض علماء الطبيعة فقالوا إن الطبيعة هي التي خلقت وهي التي فعلت وهي التي وهبت وتراهم في أفلامهم العلمية يقولون الطائر وهبته الطبيعة كذا وهذا الحيوان وهبته الطبيعة كذا وخلقت الطبيعة والطبيعة الخلاقة الخلاقة صيغة مبالغة من خلقة يعني يقصدون أنها تخلق خلقاً عظيماً وتخلق خلقاً شديداً ولذلك يجب أن ننتبه حتى في الألفاظ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فلا يوجد شيء خلق نفسه بنفسه ولا أحد خلق شيئاً لا يخلق إلا الله لا يوجد من العدم إلا الله هو البارئ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون والله خلق جميع ما في الأرض وأودع فيها الأقوات وأودع فيها المعادن وما يحتاجه الناس وبعد ذلك يأتي من يقول أن هذا المعدن أو هذا الشيء يعطيك كذا ويمنحك كذا والله هو الذي يعطيه هو الذي يمنح سبحانه وتعالى لكن نسوا الله فنسيهم من الذي أودع المعادن خصائص الحرارة والبرودة والصلابة والليونة وإلى آخره ثم بعد ذلك ناس يقولون هذه أحجار كريمة لها تأثير في الحياة وتفعل وتفعل للإنسان لدرجة أن بعضهم يقولوا هذه الأشياء تجلب لك سعادة أو تجلب عليك شقاء أو تجلب لك حظا أو تحرمك من شيء سبحان الله أليس الله يقسم الخلق بين الناس؟ أليس هو سبحانه وتعالى يخرق ما يشاء؟ إذا أراد الله أن ينزع الخاصية من معدن أو من شيء نزعها منه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فنزع منه خاصية الإحراق وبعض مثلا الذين يشتغلون بالفيزياء تطاولوا على الله من أين أتى هذا الكون؟ أم خلقوا من غير شيء أمهم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقلون؟ يا إخوان أنا أعطيكم مثلا من الألفاظ التي تتداول الآن الفوضى الخلاقة طيب استعملها بعض أهل الكنيسة الفوضى الخلاقة وقالوا إن الكون خلق من فوضى وأن في خلق الكون يوجد مرحلة فوضى وصل بعدها الكون إلى هذا الحال ونص بعض الكنسيين النصارى في كتبهم على أن هناك فوضى مرحلة فوضى في خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وقال وما ننزله إلا بقدر معلوم يستعملها بعض الماسونيين كما أشار إلى ذلك دان براون هذه قضية الفوضى الخلاقة بعض الساس الغربيين أيضا أتى بهذه الكلمة لأغراض قد نذكرها بعد قليل نذكر بعضها بعض النفسانيين يقولون إنك إذا أردت أن تعالج مريضا نفسيا فلابد أن تشتت كل الثوابت التي عنده وتدمر كل الأسس التي في نفسه فإذا صارت نفسه في حالة فوضى بعد ذلك ترتب أنت الأمور كيف تشاء يكونون هذه فوضى خلاقة استعمل بعضهم في قضية انتقال الشيوعية إلى الرأسمالية وقالوا لابد إذا هدمت الشيوعية أن تمر الأمور بمرحلة فوضى خلاقة ثم بعد ذلك تنتقل إلى الرأسمالية التي هي المذهب المناسب الأحسن الأسمى للبشر وبعضهم استعمل هذا المصطلح في أشياء وأشياء المهم استعملوها في قضية أيضا السياسة وقالوا إن انتقال البشر إلى الديمقراطية لا بد أن يتم بمرحلة من الفوضى الخلاقة وبعضهم يقول الخلاقة بالنسبة لنا والفوضى بالنسبة لغيرنا ونريد أن نحدث الفوضى في بلاد المسلمين في طولها وعرضها لنصل بعد ذلك إلى مرحلة الديمقراطية أو المرحلة التي هي نحن نلعب فيها كل شيء ونحدد فيها كل شيء وهكذا على أي حال الشاهد من حديثنا الآن أن بعضهم يقولون أن هناك فوضى في خلق الله عز وجل تعالى الله تعالى الله يعني كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى أحيانا الغرور العلمي يجعل أصحاب البحوث التجريبية تتلاعب بهم الغايات والأهواء لغيرهم يقول أن بعض الاستشاريين في مجال من مجالات العلوم الدنيوية لم أعد أثق بالأبحاث العلمية بسبب الغش والأغراض التجارية التي تقف وراءها هذه ملاحظة كانت لبعضهم على بعض الإبحاث الطبية يقول أن بعض الشركات تدفع لبعض الخبراء الطبيين كي يصدروا أبحاثا توافق أهواء مثل ما فعلت مثلا شركات الدخان في فترة من الفترات كي ترشوا بعض المشتغلين بالحقل الطبي حتى يبرئ التدخين من الأمراض كذا كذا حتى فاحت الرائحة وما عد ممكن هذا الكلام المهم تجد أن بعض المنتجين لبعض الأشياء يمكن أن يدفع لبعض الجهات الطبية كي تصدر له أبحاثا تؤيد أن المنتج الذي ينتجه مفيد أو قوي أو فعال أو سليم ونحو ذلك حتى يقبل الناس عليه ترجمة نانسي قنقر